بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضركم استاذ ياسر محمد نجيم من المدرسة الشريفة الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتناول مجموعة من المصادر المخترحة وهنا هنتناول المكتبة الرقمية. في الفيديو ده هنتعرف على المصدر التاني لمصادر البحث بتاعك وهو المكتبة الرقمية. اللي اهلا عنها الوزير والرابط بتاعها study.ekb.eg هي جزء منبسق من بنك المعرفة المصري ولكن الجزء ده مصمم لانك تقدر تستخدمه كطالب بدون تسجيل على بنك المعرفة المصري فيوفر لك وقت التسجيل. في البداية طبعا بتفتح الموقع وبعدين بتضغط على زاكر الآن. بتبدأ انك تتعرف على القوالب اللي انت عايزها. عندك مجموعة من المواد وعندك امكانية للبحث في الموقع. وعندك بعض المصادر الاضافية اللي هي موجودة عندك تحت اللي انت ممكن تقدر انك تستخدمها. على سبيل المثال لما هو قالك في اخر التعليمات بتاعت البحث فانك تقدر انك تكتب تقرير عن اهم المصطلحات اللي انت استخدمتها ممكن تستخدم القواميس والمعاجم كمصدر من المصادر هنا. ممكن تبدأ بالبحث في الموقع وتكتب اللي انت عايزه وبعد كده تتصفح ايه الحاجات ايه المطلوبة منك. على سبيل المثال من ضمن الكلمات المفتاحية اللي كانت موجودة عندنا الموجات الصوتية. هتاخد بالك بان في الموجات الصوتية هو بيعرض لك كل ما يتوافق مع الموجات الصوتية سواء كل ما يشابه الموجات الصوتية او كل ما يتطابق بشكل تام مع الموجات الصوتية اللي هو انه وردت فيها بالنص كلمة الموجات الصوتية. في التعامل مع الجزء ده بنفضل التكامل ما بين مؤسسات التعليمية وبالتالي هنعرض لحضراتكم جزء من مؤتمر السيد الوزير وزير التربية والتعليم دكتور طرق شوقي واللي هيعرض فيه ازاي تقدر تتعامل مع المكتبة الرقمية دي. هندور على المراجع دي فين? هندور على المراجع يا اما في كتاب المدرسة طبعا. نجمع منه اللي نقدر عليه. المكتبة الرقمية بننصحكو بشدة لكل من يستطيع الوصول اليها انه يحاول يخش هنا. واحنا بنشكل المجموعة ممكن يبقى واحد من الاربعة او خمسة عنده اتصال بالانترنت حتى لو زملائه معندهمش على اقل واحد في المجموعة يفيدنا ان احنا نخش هنا لان هي فيها مراجع هتفيدنا جدا. لو دوسنا زاكر الان هنا عشان نخش جواها هنلاقي طبعا المواد الدراسية كلها بتاعتنا هنا. نقدر ندور فيها. بس في وسيلة اسهل من كده. لو احنا في ابتدائي في رابعة او خمسة ابتدائي واخترنا مثلا موضوع الكهرباء. موضوع الطاقة. فهنكتب هنا نندور في كلمة في البحث فوق عن موضوع معين سواء المناخ او الكهرباء او اللي كان مكتوب بالعريض. تعالوا نكتب مع بعض مثلا الكهرباء. ونشوف الموقع بتاع المكتبة الرقمية هنلاقي في ايه عن الكهرباء. هنا وسيلة البحث اسهل كتير جدا من الكتاب الورقي. عشان كده بننصح انكم تخشوا هنا. هنلاقي بقى مصادر كتير جدا من اول انواع الكهرباء لتوليد الكهرباء لطرق ترشيد الاستهلاك. وهنلاقي ان مسلا ترشيد استهلاك كهرباء داخل في مشروع الطاقة. الكلمة الدلة اللي بندور عليها او كيورد كلمة ترشيد استهلاك كهرباء. هنلاقي لها هنا مصادر نقدر نبص فيها. اختار الكهرباء ازاي بتتولد الكهرباء وكاد. لو عاوزين لو انا في خمسة ابتدائي يمكن في حاجات من دي اكبر من سني. عشان اعرف اوصل للمستوى بتاعي. اللي على اليمين ده اسمها كلمات الدلة او بالانجليزي اسمها كيوردز او تاجز. نقدر نختار هو انا بتكلم على انوس انا بتكلم على سانوي ولا بتكلم على ابتدائي. بصوا هنا كده على اليمين. لو انا في ساتة ابتدائي هروح دايس على ساتة ابتدائي هتختار من الحاجات دي. الحاجات بتاعت ساتة ابتدائي بالتحديد. عشان كده مكتوب هنا صف السابس دايس. هنا خدت اللستة اللي طلعتلي من اول محاولة ولخصتها لما يناسبني. كما ممكن اعمل كده واختار تالتة او رابعة ابتدائي عشان ما انتهش في بحر كبير. فعن طريق بس البحث بالكلمة الاساسية اللي بدور عليها سواء الماء او السياحة او واحد سيوة او كده. هلاقي اه مصادر كتيرة جدا. واحنا لما نختار لما فريق العمل من الطلاب يختار مصدر. يكتب على جنب هو جابه منين. يكتب المصدر ده هو المرجع ده اللي معمول من نهضة مصر او معمول من بريتانيكا. يكتب اسم عشان في الاخر. واحنا بنبني المشروع لازم نقول كل حاجة استخدمناها جات منين. واحنا بنعمل ده عزين نتعلم موضوع اسمه الملكية الفكرية. الفكرة مش ان انا انقل حاجة من النت اعمل لها كوبي واروح حطيتها الناحية التانية. والدعي انها بتاعتي. دي مش بتاعت المدام حد تاني كتبها تبقى مش بتاعتنا. لازم اقول مين صاحبها. مقدرش اخد صورة من الانترنت وروح حطيتها من غير ما اقول مين صاحب الصورة. فاي حاجة ناخدها سواء صورة او مرجع او كلام لازم اقول مين مؤلفه. انا نقله عن فلان. فعشان كده دي حاجة بنتعلمها واحنا بنعمل المشروع. بس واحنا بندور في الاول على مصادر نصيغ بيها الرد بتاعنا كمجموعة. بندور في كتاب المدرسة وبندور هنا. وطبعا زي محراتكم شايفين احنا كتبنا كلمة واحدة هنا جابت لنا كل ده. لو كنا كتبنا هنا حاجة تانية زي مثلا عاوز اكتب واحد سيوة مثلا هل هلاقي حاجة ولا لا. فلو كتبنا واحد سيوة نشوف هيقول لي ايه هنا. هل هنلاقي اه هنلاقي حاجات كتير عن هذا الموضوع. هتلاقوا كلمة سيوة موجودة هنا اهي. نقدر ندور بيها. فبيجيب لي وسميها هنا ارض النخيل. فهنلاقي في الثلاث حيثة دول مراجع عن هذا الموضوع. فاحنا عاوزين اولياء الامور يمكن مع الاطفال الصغيرين يساعدوهم في انهم يلاقوا المراجع ونسيبهم بعد كده. هم يقروها ويطلعوا اللي هم عاوزينهم. مش نعملها لهم. عاوزينهم هم اللي يروحوا يكتبوها بالطريقة بتاعتهم. يبزلوا المجهود وينظموها بالشكل ده. فده يعني جولة سريعة. هنعمل جولات تانية بعد كده. نوضح فيها الحاجات دي اكتر. ولكن دي نظرة سريعة. وليستة المشاريع بتاعت السبع سنوات من تلتة ابتداء التالتة ادادة. هتلاقوا حضراتكم موجودة على موقع الوزارة. وعلى السوشال ميديا. وعلى الجرائد ان شاء الله الورقية.